إذا عطست أوكرانيا أصيب العالم بالزكام وفوقه المجاعة تشبيه مبالغ فيه ربما لكن الأزمة ليست سياسية بين بلدين فحسب بل غذائية عابرة للقرات تمتد إلى رغيف الخبز وقمحه قرصة الجوع سيشعر بها المستهلكون والمستوردون للقمح تلك السلعة الأساسية التي توفر كل من روسيا وأوكرانيا نحو 30% من صادراتها عالميا ومنذ العملية العسكرية قفزت أسعار الحبوب والمواد الغذائية والنفط بطبيعة الحال إلى مستويات يدق لها نقوص الخطر وتنذر بكارثة تدق أبواب العالم بحسب المنظمات الدولية ومع حلول شهر رمضان تفاقمت أزمة الغذاء وصارت أكثر إلحاحا مع سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تأمين وجبة إفطارهم أو الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية على رأسها اليمن البلد العربي الأفقر والذي منزقته الحرب لتأتي حرب أوكرانيا لتزيد من أزمته أزمات خصوصا أن أوكرانيا تصدر ثلثة إنتاجها من القمح إلى اليمن وسوريا ليست أفضل حالا بعد عقد من الحرب التي أنهكتها فقد أصبح ستون في المئة من السكان يعانون عدام الأمن الغذائي وعلى وقع الحرب في أوكرانيا باتت بعض المواد التمونية شبه مفقودة لا سيما زيت الطهي الذي تضاعف ثمنه وتعمل الحكومة السورية التي تعتمد على حلفتها روسيا في توفير القمح على تقنين توزيع سلع محددة خصوصا الطحين والسكر وسط خشية من شحهما وفي لبنان حتى المنظمات الخيرية ستواجه تحديا في عمل الخير في شهر رمضان خصوصا أن الأزمة الاقتصادية تطالت الفقيرة والميسور بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور وانخفاض القدرة الشرائية مع تسجيل نقص في المواد الغذائية الأساسية وفي رمضان قد يكون طبق الفتوش الضحية الأولى على موائد الفقراء والقائمة تطول من تونس مرورا بمصر وحتى السومال سمح سيد الحدث